طبعا قام مثل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان لم يترك آثارا ماديا في بناء هذه الدولة فقط وإنما ترك كثير من المثل وكثير من الخطوط التي يجب أن تتبع في بناء الأجيال المقبلة التي ستتولى هذه الحياة الجديدة التي بناها المرحوم الشيخ زايد في الإمارات إذا أردنا أن نذهب إلى الجانب القولي من الموضوع هناك طبعا ما يمكن أن يسمى بأقوال الشيخ زايد مما كان يقوله في المناسبات المختلفة لكن أنا أخص بالذكر مسألة الشعر الشيخ زايد شاعر من الطرز الأول وأهم شيء في هذا الشاعر أنه كان يعي ماذا يقول وماذا يفعل ولذلك وجدنا أن الشيخ زايد في قصائده يذهب إلى منحة خاص جدا عن الشعراء الآخرين كان يقول ويدرك الوظيفة التي يجعل الشعر فيها عاملا من معوامل بناء هذه الدولة الشعراء كان لهم دور عنده وظفهم فيها دور خطير جدا القصائد التي قالها بأثوابها المختلفة في موضوعات مختلفة كذلك وظفت في سبيل نفس الهدف وهذا الأمر يحتاج إلى كثير من التوضيح لأنه ليس كل من يقرأ أو يسمع قصائد الشيخ زايد يدرك هذا الأمر إنما يحتاج هذا إلى توضيح وهذا أعتقد أنه مهمات الشباب والعارفين من الشعراء أو من الأدباء أو مثل البرامج مثل هذه لكي توضح ماذا كان يفعل الشيخ زايد حين يقول القصيدة جميعا